جبت العيد و جبت لكم وصفة جديدة محدش عمالها قبل وتحدي ولا شفتها عند حد قبل كده نعمل آيس كاندي تورتة آيس كاندي خطيرة سهلة و سريعة بالكاندي والمارشميل والآيس كريم والباسكوت مش محتاجة وقت ولا مجهود و كمان هنعمل الكاندي والآيس كريم مع بعض في الفيديو بأسهل طريقة الوصفة دي لو ما طلعتش ترين ده هزعل قوي بس قبل المبدأ انا اسمي ايمان لو اول مرة تشفوني اشتركوا في القناة شيروا لايك لو وصفة عجبتكم تعالوا الاول نعمل كاندي سريع كده عبارة عن معلقة ونص من الجيلاتين معلقة ونص من السكر وعليهم كباية لربع من المية المغلية يعني المية تقاب تغلي وحطها على طول على الجيلاتين علشان ما يكونش في اي تكتلات وحط عليهم باكم من الجيلي انا حطيت جيلي فراولة تقدروا طبعا تختاروا اي طعم تحبوه بعد ما بقى المون كويس هجب بقى علبة وحط عليها كيسة ممكن كمان لو عندكم الاولي بالسليكون بتاعت الكاندي او الشوكولاتة ممكن تستخدمها المهم ان انا صفتها علشان يكون صافي ما يكونش في اي تكتلات وحدخله بقى على الفريزر ساعتين كده علشان يشد ولو انت عندك وقت حطي في التلاجة وبيتي للكام اول حد ما يشد معاك الثاني حانجة سيحضرها الايس كريم وده سهل جدا بثلاث مكونات بس عملت معاكو كتير نص كباية من الكريم شانتي البودرة ونربع كباية من الحليب المحلق المكسر انا مع بعض اكتر من مرة لو عايزين طريقته اكتبوا لي في التعليقات وحطيت عليهم كمان نص كباية من المياه الساعة المتالجة او الحليب لو حابين مباكة فانيليا وحضرهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما نبقى بالقوامل شايفين المنقار ده متماسك ما يكونش سايل او بقى معايا ايس كريم فانيليا لذيذ جدا وطعمه حلو او كمان سهل سنحضر القلب اللي هنحط فيه التورتة ممكن تستخدمي القلب اللي بتفتح او الاسهل بالنسبالي نستخدمي القلب الالمونيوم ده لانه ممكن تقصيه لو حاب بس هنحط فيه كيس علشان اقدر اطلع الايس كريم منه بسهولة سنجي بقى انا احط اول طبقة من التورتة بتاعتنا البسكوت انا هستخدم بسكوت شاي سادة هحمل اول طبقة كده وحط عليها شوية من الحليب المفروض ان انا بغمس البسكوت في الحليب اللي هي اول طبقة بس بس يعني لانه كمية صغيرة فانه حطت كده معلقتين حليب عليهم وبعد كده هحط الطبقة التانية انا بعمل الخطوة دي علشان لما حط الطبقة التانية البسكوت يمسك مع بعضه ويبقى طبقة التانية بقى من البسكوت مش هحط عليها لبن ولا حاجة علشان تفضل كده ايه مقرمشة وبعد كده هحط تقريبا نص كمية الايس كريم او اقل من النص بشوية يعني طبقة كده من الايس كريم وحفرتها كويس وهنطلع بقى الكندي من التلاجة وهتشوف شكله عامل ازاي او ما تلاقي الكندي بقى متماسك معاك وتقدار يترفعي منع الكيسة بسهولة هبدأ بقى قطاعه باي قطاع عندكو انا عندي قطاعه على شكل قلب او نجمة او وردة ابتديت اعمل بيها الاشكال دي قصو شكله طحفة ولو حتى ما عندكوش قطاعات اقداروا تقطاعوه بالسكينة كده على شكل مربعات او حتى بشكل عشوائي انا عملت شوية النجوم والوردة دول هحطهم صص كده وربع وحسيب كم واحدة ازاين بيهم في الاخر بقيت بقى كمية الكندي اللي كانت معايا اضطعتها حتة صغيرة بشكل عشوائي ووزعتها كده على الجناب ابتديت اغطي بقيت الايس كريم اغطي طبقة كويسة من الايس كريم بحيث ان الكاندي ميبنش ممكن اضط مع الكاندي او بدالو قطاع شوكولاتة او شوكولات شابس اي حاجة متوفرة عندك والولاد بيحبوها ممكن تضطيها اما حاجة بقى ان انا اساوي الوش ده كويس كده ان هو ده سيبقى وش التورطة فلازم يكون متساوي حتى لو ما عندكوش اي ادوات ممكن تساويه كده بورقة زبدة ودخله بقى على الفريزر يفضل ان احنا مبيته للا كاملة علشان يبقى الايس كريم متماسك معاك بص شكله حلو ازاي ان طلعته من الكيس سهولة وشكلها بيبقى مزبوط وكمان هساوي الاطراف وبعدين احط طبقة خفيفة كده على الاطراف من صوص الشوكولاتة طبعا المفروض كنت سبت الكيس علشان صوص الشوكولاتة يعني بوقع في الطبق بدل ما اقعد امسح بس يعني انا مزحت بصراحة نسيت اقعد امسح بعد كده مش مشكلة المهم حاجة بقى واعمل بقى اطار كده من الكريم شانتي طبعا التزيين ده اختياري يعني ممكن تتعملوها بصراحة شوكولاتة كلها وخلاص انا حبيت بس عامل طبقة كده من الكريم شانتي علشان يبقى شكلها زي الطرطة وبقيت بقى الكاندي اللي انا كنت مقطعها وشايلها عندي علي جام وابتدت بقى رس واحدة من الكاندي واحدة من المارشميلو المارشميلو ده انا كنت عامله معاكو الفيديو اللي فات بقى كوباية سكر وبطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان كنت مقطعوه بنفس الاطعاط اللي هي القلوب والنجوم ومع الكاندي شكلهم كان حلو جدا مع بعض هسابلكو طريقته في اول تعليق وحاتت بقى شوية من السبرانكل كده على الاطار بتاع الكريم شو لها بقى حلو جدا هتعجب الولاد ولكوب ورحقية يعني هي طعمها حلو ولزيزة وترتب علينا حر سيف كده وسهلة وبسيطة وتشرفك قدام ديوفك ولا فيها فرن ولا فيها مجهود كبير جربوها بقى وقلولي رأيكم في التعليقات اشوفكم الفيديو اللي جاي وبالهنة والشيفة